ومن قرية صمة في محافظة إربد التي تترقب وصول ابنيها مصعب دعجة وخليفة العنوز ينضم إلينا مراسلنا زياد انصيرات زياد أهلا بك الأردن يترقب اكتمال الفرح بدأ عودة الأسير المحرر عبدالله أبو جابر وبوصول مصعب وخليفة ضعنا في صورة الأجواء لديك في صمة لو سمحت مساء الخير بالفعل أجواء الفرح منذ الصباح اليوم في الوطن بعد عودة الأسير أبو جابر ونحن الآن في بلدة صمة وهناك فرح في هذه البلدة بعد الإعلان عن استلام الأردن للأسيرين مصعب وخليفة هذين الشابين كانوا قد تضامنا مع المرابطين في الأقصى وتعداء الحدود باتجاه الأقصى لمساندة أخوانهم في المسجد الأقصى إلا أن سلطات الاحتلاء القبض عليهم صباح اليوم أعلن عن إسقاط التهم الموجهة عليهم وقبل قليل أعلنت وزارة الخارجية أنها تسلمت الأبنين نحن الآن في بلدة صمة ومعنا والد أحد الشابين وهو والد مصعب دعجة تفضل هنا حضرتك يعني جهود كبيرة بدلتها الحكومة وبصمت وبالأخير يعني الآن بانتظار كمال فرحة ووصولهم إلى هنا إيش الكلمة التي تحب توجهها؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يعني منذ اللحظة الأولى التي تم في اعتقال أبنائنا في فلسطين المحتلة ما كان يراودنا شك ولا ذرة بأن الحكومة الأردنية يعني لن تتركهم هكذا لن تتركهم فبفضل الله سبحانه وتعالى تمت يعني بذل جهود مضنية من قبل وزارة الخارجية حتى تم الإفراج عنهم أوجه شكري الجزيل لسيد صاحب الجلال الهشمية الملك عبد الله الثاني من الحسين وولي عهده ولحكومتنا الرشيدة ممثلة بوزارة الخارجية وكذلك سفارتنا في تل أبيب التي يعني ما تركت أبناءنا يعني وتواصلت معهم وطمؤنت عليهم حتى يعني تم الإفراج عنهم بفضل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك تواصلتم معهم أنتم اليوم؟ لا لغاية الآن ما تواصلنا معهم بس هم الحمد لله يعني بين أهلهم وربعهم وذويهم إخوانهم شايف يعني في الأردن الحمد لله ربعين ما عليهم خوف يعني نحن الآن نترقب خلال ساعات وصولهم إن شاء الله يعني نشاء الله خلال ساعات يعني نستطيع يعني يجوء إن شاء الله وكونوا بين أهلهم وذويهم حمد لله salir إذن خلال ساعة سيصل الأسيرين الأردين المحررين إلى بلدة صمة حيث بانتظارهم الأفراح وإن شاء الله في الأيام القادمة يتحرر كل الأسرة من سجون الاحتلال نعم شكرا لك زياد انصيرات كنت معنا من قرية صمة في إربيت حيث تترقب وصول ابنيها مصعب دعجة وخليفة العنوز